انطلاقا من دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة في تثقيف الجهات الحكومية حول قانون الاطلاع على المعلومات نظمة الهيئة ندوة للتعريف عن القانون وبنوده يتم تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بالكويت وتمثلة بالشركاء الدوليون للحوكمة تستضيف الندوة خبراء دوليون من المملكة المتحدة ومن جنوب أفريقيا لاستعراض تجاربهم في قانون حق الاطلاع على المعلومات والتحديات التي واجهتهم في تنفيذ هذا القانون عدة محاور تطرقت إليها الندوة بداية من التعريف بالقانون مرورا بكيفية تطبيقه محاور الندوة هناك عدة محاور سيتم التطرق لها وموضوعات ضمن الندوة في البداية سيتم التعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات في دولة الكويت والغرض منه وكيفية تطبيق هذا القانون ما هي شروط حق الاطلاع على المعلومات ما هي الإجراءات المؤسسية التي ستقوم فيها الجهات لتنفيذ هذا القانون وكذلك ما هي الجوانب الجنائية والإدارية في هذا الشأن سيتم أيضا عرض تجارب الدول التي سبقتنا في تنفيذ قانون حق الاطلاع على المعلومات والتحديات التي واجهتهم والدروس المستفادة أيضا من تنفيذ هذا القانون دور مهم تلعبه الهيئة العامة لمكافحة الفساد في رفع مستوى وعي العاملين في الجهات الحكومية بمضامين وبنود القوانين المختلفة من أجل الوصول إلى ثقافة رقابية مثالية